اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم باستخدام برنامج باوربوينت في هذه المحاضرة رح نعمل إعلام بسيط لقهوة أو لشركة إنتاج القهوة طبعا في البداية رح نمسح التكست أريا الموجود من خلال أنه رح نحدد هذه مربعات النص ومن ثم دليت أيضا رح ندرج شكل وطبعا هذا الشكل رح يكون مستطيل طبعا بإمكاننا أنه ندرجه بهذه الطريقة وبإمكاننا أنه نغير الخلفية بشكل مباشر أنا أحب أدرج الأشكال من المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي ومن التعبئة رح نختار لون الأصفر الخردلي رح ندرج صورة للقهوة من إدراج صور طبعا هذه هي الصورة رح نكبرها قليلا أو يعني بإمكاننا أنه هذه الصورة نقتصها من اقتصاص يعني حجمها كلش كبير ما لداعي مبالغ بي بهذه الطريقة جيد وطبعا من شفت نضغط على شفت وطبعا رح نكبرها رح نخليها بهذه المنطقة جيد الآن رح نضيف الظل الخاص بهذه القهوة من إدراج أشكال رح نضيف دائرة رسم دائرة بهذه الطريقة رح نخليها بهذه المنطقة ومن تنسيق تعبئة الشكل رح نختار لون الأسود وبلا مخطط تفصيلي الآن رح نخفف الشفافية إلى النصف من تنسيق الشكل وطبعا نجي إلى تعبئة الشفافية رح نخليها خمسين مثلا نكتب هنا خمسين أو ممكن أربعين لا بأس أو ممكن خمسة وسبعين لا بأس جيد الآن إذا نلاحظ أنه الظل فوق الصورة رح نخلي الصورة إلى الأمام نحدد الصورة وطبعا نكليك أيمن وإحضار إلى المقدمة جيد الآن ممكن طبعا نحدد الظل نخليه بهذه المنطقة ممكن نسحبه بهذه الطريقة حتى يكبر لا بأس وأيضا ممكن نخففه نخليه ممكن 80 أيضا جيد الآن رح نضيف العنوان عنوان الشركة طبعا من إدراج مربع ناس رح نضيف بهذه المنطقة رح تصير قهوة دلة العرب طبعا رح نكبر حجم الناس بهذه الطريقة ورح نختار فونت مثلا رح نختار فونت الجزيرة بهذه الطريقة طبعا هذا المكان ممكن لا بأس أنه نكبر قليلا الآن رح نضيف خط هذا الخط يطينا منطباع وتأكيد للإسم ورح يكون الخط تحت الإسم دلة العرب طبعا من تعبئة الشكل الوزن رح نختار وزن لهذا الخط ورح نختار لون أسود أيضا لهذا الخط لا بأس أنه يكون وزن أكثر يعني أسمك ممكن بهذه الطريقة لا بأس جيد الآن رح نستنسق هذا المربع النص خليه بهذه المنطقة ورح نضيف بقية النصوص مثلا رح نضيف إحنانه إنتاج القهوة السادة وطبعا رح نختار وزن خفيف باعتبار أنه نص مساعد ورح نختار وزن لايت مثلا ورح نقلل من الحجم لا بأس أنه نختار regular ممكن أسمك قليلا جيد جدا ممتاز وطبعا أيضا لا بأس نختار يعني لون أخف مثلا ممكن هذا اللون حتى يبرز العنوان بهذا الشكل الآن رح نستنسق هذا الشكل وطبعا رح نخليه يكون بالأسفل ورح نضيف وصف لهذه الشركة ناخذ كوبي لهذا الوصف وطبعا رح نحدد هذا النص ونضغط حرف الأي حتى يضيفنه بنفس الفوند الآن ممكن نختار لايت لا بأس ليني شرح توصيفي وطبعا ممكن نصغر الحجم بهذا الشكل وأيضا ممكن نختار ضبط كشيدة صغيرة أيضا لا بأس يعطينا انطباع جميل وأيضا لا بأس ممكن نختار لون يعني غامق أيضا لا بأس لاحظ أنه هنانا عندنا وصف وعنوان لشركة دلة العرب نلاحظ أنه أصبح عندنا إعلام بسيط وجميل في نفس الوقت نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى اشتركوا في القناة